زوجي يحدثني دائما عن عدد الفتيات التي حدثنا هن وكم واحدة وعدها بالزواج متابعي قناة التارف العزاء في كل مكان مرحبا بكم امرأة تقول زوجي يحدثني دائما عن عدد الفتيات التي حدثنا هن وكم واحدة وعدها بالزواج ودائما ما يذكر لي اسم سارة حبيبته منذ سبع سنوات ويقول انه لم يجد مثلها في حبها له وهو ايضا وبنهاية حديثه يقول لم افكر يوما ان اتزوجها لانه لا يثق بها ويمسك بيدي ويقول فضلتك على كل البنات لانه اريد فتاة محترمة تكون اما لاولادي ويبدأ يعدد صفات الجميلة ويندح بي وابتسم له وعطيه ما يريد ولكنه لا يعلم باني كنت على علاقة باكثر من سبع وثلاثين شاب واني ايضا حبيبة لرجل اخر لم يرضى بي زوجة له لانه لا يثق بي واقسم باني لم ادع شيئا محرما او مكروها الا فعلته اقول هذا في نفسي طبعا ولا استطيع ان اخبره فهو يظن اني كنت فتاة محترمة وصالحة الى ان يقوم بتركه وهو يتكلم وانا ابتسم له واشعر بلذة الانتقام منه لانه خد على عديد من الفتيات ومن حبيب الذي تركني كلم فتيات كما تريد وهددهم وعلق اخريات فيك وحدثهم عن طريق الكام اعمل ما شاء وان اردت الزواج اذهب واخطب ابنة المؤذن وستحصل على ما زرعك فكما تدين تدان لهذا اخوتي اتقوا الله ومن اراد منا زوجة صالحة او ارادت زوجا صالحا يجب ان نصلح من انفسنا اولا واعلم انه كما تدين تدان رجاء ان شارك الفيديو مع اصدقائك قد تكون السبب في هدايتهم شكرا للمتابعة وفي نهاية نمر الى فقرة كل يوم معلومة جديدة والمعلومة تقول عنق الزرافة يحتوي على نفس عددات الفقرات الموجودة في عنق الانسان اذا اعجبكم الفيديو لا تنسونا من الاعجاب والاشتراك في القناة دعما لنا لنستمر في نشر المزيد ان شاء الله